ليست عناصر حزب العمال الكردستاني وحدها من تهدد الامن والاستقرار وانما خلايا داعش النائمة ايضا والتي تحاول ان تنشط في اطراف كاركوك وقضاء دبس هذا النشاط دفع القوات الامنية العراقية وقوات البشمرقة الى الدخول في حالة الانذار القصوى تحسبا لاي طارئ خصوصا مع تواتر المعلومات الاستخباراتية وليس بعيدا عن كاركوك تسد حالة من القلق مدن كردستان من مخططات حزب العمال ما دفع حكومة الاقليم لتكثيف الاجراءة الامنية في عموم مناطق الاقليم بعد احباط مخطط تخريبي للبكك وحذر الداخلية كردستان من ان حماية امن واستقرار الاقليم خط احمر ولا يسمح لأي جماعة وتحت اي مسمى باستهدافه مشيرة الى ان مسلحي العمال شنوا هجمات متكررة ما تسبب باخلاء مئات القرى من سكانها ولحقت خسائر مادية كثيرة بمواطني تلك المناطق وبالرغم من الاجراءات الامنية وتفعيل الجهد الاستخباراتي الا ان خطر حزب العمال الكردستاني على امن الاقليم بدأ بالتصاعد منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سنجار بين حكومتي اربيل وبغداد وبينما تلكأت بغداد في تنفيذ الاتفاقية بدأ عناصر الحزب التوسعي والضغط على اربيل وابتزاز حكومة الاقليم ومحاولة جرها لاقتتال ينهي حالة الاستقرار الحالية بالاقليم ويتهم الكرد عناصر منضوية تحت عباءة الحجد الشعبي بدعم بقاء حزب العمال في البلاد ومنع تطبيق اتفاقية التطبيع في سنجار وذلك لتوافق الاهداف بين الطرفين وتحقيق الحجد مكاسب سياسية واقتصادية نتيجة لبقاء تلك العناصر ترجمة نانسي قنقر